اشتركوا في القناة شهية الشركات الكبرى للتنقيب عن النفط في المغرب الذي ربما يشهد في العام القادم اكتشافات كبيرة تجعله منافسا قويا في مجال الطاقة وبدخول ثلاثين شركة في البحث عن النفط والغاز في المغرب فان المرحلة تمثل اكبر مجهود استكشافي في تاريخ المغرب في البدء اثار اكتشاف هذه الحقول في عموم غرب افريقيا وفيما يسمى الهامش الاطلسي اهتمام العديد من الشركات المبادرة الى العمل في المغرب وهي شركات صغيرة ومستقلة لكن سرعان ما دخلت الى الحلبة شركات كبيرة ايضا بينها بريتش بيتروليوم وشيفرون وريبسولي الاسبانية وسيجرى حفر عشرة ابار في المناطق البحرية من المغرب خلال العام المقبل بحجم استثمار يبلغ زهاء المليار دولار اما اهم العوامل الداعمة لجاذبية المغرب في هذا القطاع فهي قربه من الاتحاد الاوروبي وبنيته التحتية القوية اضافة الى استقراره النسبي وشروطه المالية المغرية بشأن التنقيب مقارنة مع ليبيا والجزائر لكن فيما يتعلق بالاستقرار السياسي فان قضية الصحراء الغربية تعقد الامور على عمليات التنقيب عن النفط والغاز فبعض اعمال التنقيب تجرى قبالة ساحل الصحراء الغربية واذا ما اكتشف النفط هناك فمن المرجح ان تنشأ نزاعات شائكة بشأن الجهة التي تقول اليها عائدات النفط لا تزال الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها بين المغرب الذي ضمها الى اراضيه منذ ما يقارب الاربعين عاما في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو ظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة قضية رئيسية في النزاع مع جبهة البوليساريو والتي قادت نزاعا مسلحا من اجل الحصول على الاستقلال حتى اعلان وقف اطلاق النار بين الجانبين في عام 1991 وبرعاية من الامم المتحدة لكن بالطبع هذا لم يوقف الشركات في البحث عن سبل توسعها ووجودها هناك خاصة عندما حصلت على الضوء الاخضر من الحكومة المغربية من اجل التنقيب عن النفط باعتباره توفير مصادر الطاقة هو من ضمن الاولويات الاقتصادية حيث اعلنت في الشهر الماضي كل من شركة تكساس كوزموس انرجي وشركة كيرن انرجي البريطانية عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل قبالة شواطئ مدينة بوجدور في الصحراء الغربية مراقبون نزاع يؤكدون بان كل ما تقوم به شركات النفط سيجعل حل النزاع في تلك المنطقة امرا مستحيلا حيث لن تكون للمغرب اية مصلحة او حافز لمواصلة المحادثات داخل اروقة الامم المتحدة اذا ما اكتشف البترول في هذه المنطقة ويعتبر المغرب اول مصدر عالمي للفوسفات كما انه يمتلك 75% من الاحتياطي العالمي بحيث يعد استخراج هذه المادة من منطقة بوكراع في الصحراء الغربية اهم نشاط اقتصادي في المنطقة ايضا من المقرر ان يستثمر المغرب نحو 25 مليار دولار من الان وحتى نهاية عام 2020 لتطوير مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويهدف ايضا الى بناء منشأة لانتاج الغاز السائل على ساحل الاطلسي ترجمة نانسي قنقر